وأنا هنا فقط يسمح لي إخواني أن أفتح قوس صغير يعني لأن بعض مرات إخواننا يقول لك لا المحامين هذو كلهم ما يسواوش وهناك نزعاج من بعض إخواننا يعني وبعض إخواننا هؤلاء خركيين أو الناس لكن نشوفوا إخواني راي مرات الناس كين الخطأ يرتكبوه وهو الأحكام يصدار الأحكام العامة يعني واحد كانت عنده مشاكل مع محامي أو كلاه كين محامين مجرمين كينين يعني لصوص كينين لكن هؤلاء كينين كثير من محامين نظاف وكثير منهم أحرار أيضا ذلك لما يكونوا كينين بعض لصوص مرتشية داخلين في معاملات مع القضاءات مع بعض القضاءات ورشاوي كبيرة ونهب كثير موجود وهذا نابع من دولة الفساد القائمة نظام الفساد القائمة لشار فساد هائل وكثير من هؤلاء اللي يسموا هذون اللي هما هذون هما المسؤولين الكبار المحامين مش عارش يسموهم قريب نقول باترونة راح للإسم هذون نعم ذلك أنت تجد بعض منهم اللي قاعد عشر سنيق ومستعشر سنة في دولة بوتفليقة وش يجيك يعني نظام بوتفليقة اللي خدموا معامل وش يجيك منهم يعني على استثناءات قليلة اللي كانوا في المسؤوليات الفساد لأن الباساج باش تفوت لازم تكون مفسد مش فاسد مفسد لازم تكون انت فاسد في إخلاقك وفي سلوكك ومرتشي باش تسعد في دولة بوتفليقة واللي راي مستمر أدرك مستمر أكثر يعني نعم واحد تببون كما هذا لو كما كاش من أكثر الناس فسادا يوصر رئيس وزراء مستحيل إذن موجودين محامين فاسدين ومفسدين موجودين لكن الأحكام تعميم الحكم على المحامين وقع لأسسناهم كلهم لا لا أخوان لا وشفنا كثير منهم شاوا مع الحراك كثير منهم راموا يدافعوا على الحراك كثير منهم يدافعوا ولا ياخذوا سنتيم واحد كثير منهم يتنقلوا مئات الكيلومترات وكثير منهم يدفعوا من جيبوا وكثير منهم مرات يروح للأسرة يغيظوا الحالة على الأسرة تعلق المعتقل أو المعتقل يجب من جيب ويعطي لهم كثير منهم يبعثون للحركيين اللي في الحبس يبعثون لهم ديموندا مرات من جيبهم فإياكم إخواني إياكم والتعميم لا داخل القضاء ولا داخل الشرطة ولا داخل الدرك إحنا الجنيراليس مش نعمه فيه دايما نستثناوه اقصى تقدير كان تسعين من الكبار المجرمين واللي يفيدهم السلطة ثلاثين واللي يفيدهم السلطة الحقيقية سبعة ولا ثمانية بينما الجزائر فيها اليوم اكثر من خمسمائة جنيرال او ما يعادل خمسمائة جنيرال فاياكم والتعميم اخواني اياكم والتعميم الاحكام ويطلق الاحكام العامة مشكلة لان الناس من بعد اه الله الحب المحامين قاع مانيش عارف مفسيدين قاع رخاص لا 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 بالمنطق لا بالعقل لا بالشرع لا بكل المناط شيء يمكنش هذا حتى داخل القضاء عندما نتكلم تكلم على القضاءات المفسدين او الفاسدين مش حتى على الفاسدين تكلموا عن المفسدين لان الفاسد يرجى صلاحه المفسد ان الله لا يصلح عمل المفسدين ما قالش ان الله لا يصلح عمل الفاسدين اي ان الفاسد يرجى صلاحه بل بالعكس الحراكة هذا هو بش يصلح الاشياء بش يصلح الفساد وإلا لماذا حراك ولماذا ثور شعبية إلى آخره ومدام افتحت هذا القوس خلوني نزيد نفتح قوس آخر وهو من حين لآخر يتخرج بعض الخصومات ما بين الحراكين ونقل حراكين واعي ما أقول ويكون هناك فيها واحد يتهم واحد هناك وانت درت وانت عند الله بوليس قلت لهم هذه وانت من يش عارف يا إخوان خلوكم من هذا التخوين السريع يجب أن يبقى التخوين هو الاستثناء عندما تكون هناك أدلة لا يرقى لها شك ولا يرقى لها أدنى موضوع انتع شك وتكون هناك مصادر متعددة وجهات كثيرة تثبت أنه فلان يعني تروا هنا أنا لا أتحدث إلا عن الجنيرالات وأذنابهم وذبابهم في حالات استثنائية جدا تكلمت على ناس ناس ما يظنوهم من الحراك أو يظنوهم الناس اللي يلبس بهم والكلام عليهم مثلما تكلمت على هذا واحد من الخبثاء موجود هنا في لندن يسمى زاهر صراي على سبيل المثال وتحديته إذا كان كلامي مش صحيح يرفع قضية كلام عليهم لما أصبحوا خطر على ناس آخرين وعلى الحراك بمعنى أن الاستثناء الاستثناء أن الناس تخرج واحد ممكن محسوب على الحراك والله لكن يعرفوه بما لا يدع مجل لأدنى شك أدنى شك أقول ويقولوا هذا حذروا منه ما يقول ليش لأن هذا التخوير رهو رهو أميروش وما أدراك مع أميروش وهو من سادتنا من سادة هذه البلاد ومن شهدائها العظماء راه اخترق في لابلويت وأدت لابلويت إلى كوارث داخل الثورة الجزائرية وقتل المئات كالي حسبو ألفين من أغلبية من أخيار المجاهدين لأن أميروش تحت ضغط رهيب من العملاء ومن المخابرات الفرنسية قدعوه بأن كثير اللي معاه خونا فشاف بأن حماية الثورة تؤدي إلى ذبحهم حتى لا تخترق الثورة لكن كان خطأ كبير جدا مع أني أنا أعتبر أن أميروش هو من أعظم عظماء الثورة الجزائرية من أعظم عظماء الثورة الجزائرية هو أميروش رحمه الله ورحمه كل إخوان الشهداء لحنا كمؤمنين نعرف أنهم يتمتعون عند ربيهم الآن لأنهم أحيا عند ربيهم لقنوا إخواني مرة أخرى من فضلكم ابتعدوا على التخويل ابتعدوا على اللي خالفك في الرأي واللي خائن ابتعدوا على ذلك وأنا نقولها من هنا ونعودها باش النسمة باش الأمور وأمورها تعد واضحة أنا كشخص أو حركة رشاد راهي ضد عملية التخويل ونحن عندما نقول شيء أو نقول على شخص راه نقوله بألسنتنا ما يجينيش واحد يقول لي آه فلان لأنه قريب منكم أو الله فلان راهي يشكرك هنا حتى يكاين بعض خاوتنا سامحهم الله كاين يديروها بصدق وكاين يديروها بغباء وكاين يديروها بمكر يجي يخرج يشكر فيني يشكرني أو يتكلم علي يمليح أو على واحد من خواننا الأحرار سواء من عندنا أو من أي حراك حر ثم يدخل يخوّن آخرين فالناس تربط وكأن القضية هي مدام راه مع فلان راه خوّن فلان معناها فلان هو اللي قال لي والله فلان هو اللي موافق نحن لا نوافق على التخوين وإذا أردنا أن نخوّن شخص نقوله بألسنتنا ما عطينا حتى واحد أنه يتكلم بأسماءنا نحن ضد التخوين الأصل في الأشياء أن التخوين ما يكونش إلا استثناء أقول استثناء جدا لأن هذه المخابرات رأي خدمتها هي النشر الخلافات والخصومات ومرات مد ملفات لناس معينين بشي كرهون في أشخاص آخرين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبعوا على ما فعلتم نادمين وفي قراءة أخرى فتثبتوا نفس الآية لديها قراءتين جاءت في جهة التبيان وفي جهة التثبت فابتعدوا إخواني ينصح جميع إخواني وأنا أولكم الابتعاد عن رمي الناس بدون دليل عندما تكون عندك أدلة تصل بالناس اللي تعرفهم عقلا وتعرفهم ما يقولوش لكلام أي كلام وتعرفهم وقلهم ما رأيكم في فلان أو فلانة قبل أن تصدر أي حكم لا ترمى شرف الناس وعرض الناس يرمى هكذا بدون آه اللهم إلا الأذناب والأتباع هذوك ما فيهم شيء هذوك هذوك هما قالوا ليخذرك مع هذا العصابات ويدافع عليها ويسب الحرار والحركيين إنها من الحق الناس ترد عليه ولازم الناس ترد عليه مش من حقهم واجب إذن لازم نفرقوا ما بين الأمرين أما الناس اللي تشوفهم الناس حركيين وعلى سن خليهم تثبت وبعدين علش تدخل في الخصومة معاه وضيع وقتك وضيع جهد لماذا لماذا ضيع جهد في موضوع ركز على العصابة رهي يتداي البلاد للواد ركز على المجرمين راحين يدفع في الجزائر يموت في مالي ويجب أن نشوفوها مع تبون يؤكد ذلك طريق غير مباشر إذن إخواني من فضلكم من فضلكم للمرة الألف نقولها ابتعدونا على التخوين وراهي كي الناس يقول لك آه والله لأنه في فلان أو فلان أو فلان يذكرني بالأسمة ويذكرني بخير أو ويعتبروا لا 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 وبعدين راي نقول لكم إخواني الحقيقي الأحرارة ما يخونوش وراهي كثير من المرات تنسب تنسب أشياء على سبيل المثال اللي أخونا أمير راي مش صحيح على أساس أنه يخون في لا مش صحيح تخوين راي يكون في الغالب للأذناب والذباب اللهم إلا إذا هو ولا غيره من كل الأحرار إلا رتكبوا خطأ أو إلا شافوا واحد يقدروا في نفس الوقت كلنا بشروا نقدرون نخطئ في الناس لكن التركيز ثم التركيز ثم التركيز على العصابة وأذنابها وذبابها وأتباح رأى عندنا ما لا يحصى من الحركة والمجرمين والمفسدين أقول هذه الإخواني ولعلها نصيحة ينتفع بها جميعاً